اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونالتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ شهور بل منذ سنوات نسمع بتظاهرات او مشاهد تظاهرات من هم يعملون بجور يومية او بعقود شهرية او بعقود سنوية لا اعرف يتظاهرون امام كل الدوار والوزارات وداما ما كنا نرى قوات ما يسمى بمكافحة الشغب وهي مكافحة الشعب حقيقة تخرج عليهم وتضرب الكثير منهم وتقتل البعض منهم وتعتقل البعض منهم وكذا عملية كالروفر دائما كانت تجري امام هذه الوزارات واخرها الان خرجين كليات ومعرف كثيرين من اتمام وزارة المالية يتظاهرون يريدون تثبيتهم على الملاك الدائم وهذه قضية التثبيت يعني نحن معا ان يجد كل عراقي مصدر لرزقه لان هؤلاء من حقه تعبوا على نفسهم ودرسوا او حتى لديهم قابلية للعمل وليس لديهم امان او ثقة باستمرار حصولهم على اجر معين يسد رمقهم وسد رمق عوائلهم ويكفيهم ويجعل البعض يزوج ويكمل دراسته البعض ربي ابناءه يصرف عليهم ويعالج اهله يعالج نفسه ما عنده ثقة ما عنده ثقة بالحاضر والمستقبل فلذلك تظاهرون يريدون يعني من حقه ولو كان البلد به تنمية لو كان به البلد قطاع خاص واسع لو كان بلد مصانع ومزارع وعمل وفرص للعمل واسعة لما كان احد تظاهر وكل العراقين كانوا لديهم اعمال ولديهم شؤونهم ولديهم يعني مدخراتهم ولديهم فرص لكسب المال لكي يعيشوا قيشة كريمة على واقع الحال لكن عندما تأتي وتحدث لي عن ناس يريدون يتعينون ويثبتوهم فالقضية غريبة عجيبة لأنه كل يوم الآن لأنه الحكومة هذه الحالية تريد تكسب الناس وتريد تبين انه هي تشتغل تزيد الطين بلة كما يقال فتعين هؤلاء العدد يتضخم وسأقول لكم لماذا يتضخم العدد العراق هو الاعلى عالميا منظمة العمل الدولية اصدرت بيانا او اصدرت قائمة تقول ان العراق الاعلى عالميا في عدد منظفي قطاع العام قطاع الحكومة يعني الاعلى عالميا بين من يعملون في الدولة العراق هذا البلد الصغير اعلى من الصين واعلى من امريكا واعلى من اوروبا كلها اعلى من كل هذه الدول يشكل نسبة الذين يعملون في القطاع الخاص من بين الذين من كل بين اليد العاملة في العراق 37% في الصين 28% في مصر 24% نحن في العراق 37% لا اعلى عالميا مثل ما نعنو لا اعلى عالميا في الفساد لا لا عالميا في عدد الموظفين وطبعا دون انتاج حقيقي يوازي هذه المصرفات العالية نتيجة عدم ايجاد بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع العام على توفير الفرص من خلاله هذه الحقيقة واقع الحال هذه لان البنك الدولي في دراسته لواقع الحال التوظيف في العراق وجد انه في يعني اعلى ما يمكن ان يعمل به الموظف في العراق فبالتالي كل الموظفين في العراق اللي عددهم اربع ملايين ونصف واعيد الرقم اربع ملايين ونصف موظف لا يعملون لا يعمل الواحد من ادهم في اعلى المستوىات الا اصباط عج دقيقه كلها بطالة مقنعة ايضا هذا واقع الحال اضافة الى هذا العدد دعوني اقول لكم اضافة الى هذا العدد الاربع ملايين ونصف هناك ثلاث ملايين ونصف متقاعد كم صار العدد ثمان ملايين يعني ثمان ملايين تصرف عليهم الدولة يجب ان تعطيهم رواتب اضافة الى هؤلاء وزارة العمل وشؤون اجتماعية تقول لدينا مليون ونصف نحن نعطيهم رواتب المساعدة الاجتماعية يسموها الاعانة الاجتماعية ايضا صار العدد تسع ملايين ونصف الله واكبر ضيف لهذا العدد تسع ملايين ونصف ما يسمونهم بين هلالين هم يطلقون عليهم الفضائيون وذولا خلي نقول نسبتهم اربعين بالمية مثل ما هم يتحدثون اربعين بالمية الاربعين بالمية تساوي ثلاث ملايين وثمانمائة الف بمعنى ان لدينا من يقبضون الرواتب من الدولة تلتعاش مليون وثلاثمائة الف الله واكبر ماذا ينتجون هؤلاء كيف حصل هذا الموضوع هذا يعني انه سبعين بالمية من الموازنة السنوية للعراق تذهب رواتب يعني بلا بلا ناتج الباقي ثلاثين بالمية الثلاثين بالمية توزع على الميليشيات ووجهات الامنية ولكذا ولا تعليم ولا صحة ولا خدمات واذا ما رادوا ان يفعلوا شيئا يستدينوا يعني يروحون يتقرضون ويزيدون على العراق ديون الخارجية والداخلية مصيبة كبيرة يعني 23 بالمية من سكان العراق بحدود 23 إلى 24 و25 بالمية من سكان العراق يعني يستهلكون 70 بالمية من الموازنة كرواتب ولا نتاج يعني ما هو المنتج ما هو النتاج الحقيقي دون وجود نتاج أبدا ما كنتاج فلذلك الحديث عن نهضة وعن تنمية وعن خروج من النفق كذبة كبيرة اللم اللم يأتي نظاما يؤمن بالعراقيين ويؤمن بالعراق وعيد الصناعة وعيد الزراعة ويجد روافط كثيرة توفر للناس العمل هذه مصيبة كبيرة لدينا 250 ألف مخرجي الكليار سنويا إضافة إلى 500 ألف من الذين يعني من أصحاب المهن وعادي ميق خبرة ذلك أيضا ف750 ألف إلى 800 ألف يدخلون سوق العمل سنويا من يتعين من عدهم في أقصى الاحتمالات لا يزيد عن 100 ألف فأنت أمام 800 ألف 100 ألف يروح من عدها 700 ألف مواطن يقفون في طوابير العاطنين عن العمل سنويا هذا هذا واقع الحال هذه الأرقام هيش تقول أما الحديث عن هذه الكذبة الكبيرة شلون نحن نسوي تنمية وشلون رح نهض بالعراق وحمد الشياع السوداني رئيس الزراع استثنائي في زمن استثنائي ورح يسوي أنه الحظة الزهرية كذبة كبيرة يلحقون بي على العالم ضائرة صوتية في كل العالم يفترض موظف واحد لكل 100 موظف يعني من كل 100 مواطن هناك موظف واحد نحن نحن شقد عدنا في مصر موظف لكل 25 في ألمانيا موظف لكل 150 ألف نحن شقد عدنا خلي قلونا شقد عدنا كم موظف لكارثة نحن نحن أمام أمام حالة من البطالة المقنعة من البطالة من الترهل يعني في نفس الوقت لاحظوا التناقض هناك ترهل وهناك شحة وزارة التربية تقول أنها أنها بحاجة تشكو من نقص الموظفين بالوقت اللي عندنا نحن ترهل هاي كارثة هاي كبيرة كثير من المدارس كثير منها يقول لك احنا ما عدنا ما عدنا لا موظفين لا مدرسين ما عدنا عدنا شحة في نفس الوقت عدنا ترهل فلاحظ لا وجود للسياسة هناك فوضى كبيرة هناك يعني كارثة كبيرة الحقيقة يعني يعيشها العراق بسبب عدم وجود السياسة حقيقية عدم وجود السياسة وطنية وهذه طبعا دعوني أقول لكم هذه مطلوبة هذه لم تكن يعني هذه موخطأ هذه البنك الدول اللي يدري بيها امريكا تدري بيها بلطانيا تدري بيها فرنسا اللي ترعى مؤتمر بغداد الثاني والأول تدري بيها وكل الدنيا تدري بيها يدرون وإيران تعرف بها يعرفون أن العراق ماضي بهذه الطريق يعرفون لذلك يريدون أن العراق يغرق في هذا الطريق لأنه هذا واقع الحال يجب أن يغرق بهذا الطريق وغرق العراق في هذا الطريق يعني أنه لن تقوم له قائمة هذا واقع الحال وهذا ما يؤكد أن كل الأحاديث عن النهوض وعن الاستقرار وعن عن التطوير وعن المكافحة الفساد وعن معرف منه وتغيير الصورة كذبة كبيرة استمرار لوضع يعني كارثي وبالعكس يزيدون هذه الكارثة وكأنها كرة كرة الثلج هذه اللي تنزل من الجبال تدحرج وتكبر هذه الكارثة التي في العراق وهذا جزء من صورة واقع الحال نعم أسود ومظلم لكن هذا واقع الحال يجب أن يعرف الجميع هذه هي صورة الحال أما الحديث عن وضع استثنائي ومعرف منه رئيس وزراء استثنائي وسكذا وكذا هذه كذبة وسوفة هذا السين والسوفة هذه كذبة كبيرة لا وجود لها في قاموس الحياة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة